السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة الفلفلة لكي تجي اكثر من رائعة وحتى طريقة اللي كان قدروها كان نحضرها ونحتفظ بها في تلاجة مدة دي الاسبوع الى عشرة ايام دون ان تخسر لنا وطريقة زوينة بزاف ونقدروها كان نقدمها مرافقة للاطباق الرئيسية فإذا ستعرفوا معي طريقتي في تحضير ديالها فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير بالنسبة للفلفلة ديالنا فانا اخديتها دهنة بشوية ديال الزيت ونحتفها في اللاطا اللي غادي ندخلها الفرن طبيعة الحال ما تنسونيش من جيم وتبغتها جيوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائدة وكذلك كي لا كنتو كتزور القناة لأول مرة ما تنسوش تشاركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش تواصله بكل جديد بالنسبة للفلفلة فبعد المرات كتكون عندنا كتيرة فتلاجة وما كان عرفوا ما ندروا بها اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة اللي تقدروها كتستفدوا منها وما تبقاشها كتضيع وكتخسر صافي غادي نستمر حتى نكمل الفلفلة اللي عندي كاملة كنوضعها في اللاطا وغادي ندخلها الفران كتشوية فانا خدمت على غير شوية وكان خليها كتشوية صافي حتى كتشوية مزيان وطيب وغادي نخرجها ونرجع معكم بعد ما تطابط الفلفلة كيفما كتشوفوها انا شويتها على هالشكل هادا كم ناخد واحد البول او لازلافة اللي عندها صفاي كما كتشوفو زلافة عندها الباسوغ ديالها كنوضع فيها هاك الفلفلة وغادي نغطيع لها ونخليها حتى تبرد وتصفى مزيان من الماحطة كتقدما بردات كتقدما كتتسقطر من هاداك المال يتينزل منها كما كتشوفو رايا بقساها اخي نيل الله خرجتها من الفرن ولكن احنا تعودنا اننا هزول الحاجة سخونا هكا كنتعودوا على هادا المسائل ما كيبقاش عندنا مشكل غادي نغطيع لها هكا ونخليها حتى كتبرد وتصفى من الماء ونرجع معاكم باش نكملوا الوصفة ديالنا هنا بعد ما بردات الفلفلة وتصفات كيفما كتشوفو راكس بغا تنزل المبزة فرا ما زالا غا تنزل المكتر من هكا لما غادي نفتحها ولما غادي نزول من هالزريعة كيفما كتشوفو كتنزل هادا الماديالها هنا غادي نبدك ان ننقيوا الفلفلة فالدور ديال الزيت هو ان كيخليها كالفلفلة كتتقشر معانا بكل سهولة فقط كندهنوا بالقليل جدا من الزيت وكيساعدنا اننا كنقشرها بكل سهولة يعني ما كتتعطلش معانا وما كتلصقش عليها القشر ديالها كيفما غا تشوفو معايا في الفيديو سافي غادي نستمر حتى غادي نقشر هادا الكمية ديال الفلفلة اللي عندي كاملة ومن بعد ما غادي نقشرها فانا غادي نزول هادا الزريعة اللي كتكون فيها وهادا الراس الفقاني وزريعة وغادي نردها الوحد صفاي غا نردها لنفس البول بصفاي ديالو وغادي نخليها مدة تاني حتى كتصفالينا مزيان فقد ما خلينا هادا صفات قد ما كتجينا الوصفة مزيانة وناجحة وكتصبر معانا في التلاجة انا بعد ما كملت الكمية اللي عندي كاملة نقيتها غادي نعود نحطها فضل صفاي وغادي نخليها وحد الساعة ديالو وغادي نخليها تسقطر جيدا فغادي نخليها تسقطر مازال مرة أخرى ونرجعه صفي هنا بعد ما تسقطرت لي الفلفلة غادي ناخد واحد سكين وسنقطعها على شكل طولي على هاتشكل فانا قطعتها على هاتشكل هادا فبعض الاحيان كان بغاو نزينو بها الطاجين او الا شيء او الا شيء سلطة كان حصلوها كاعدة ديالاميل ديالفلفلة اللي يعطيونا يعني واحد المنظر جميل للاطباق ديالنا صفي كانت تسمر حتى غادي نقطعها كاملة من بعض غادي نمرو غادي نحطو حد مقلة فوق النار وهاد الوصفة هادي ممكن تطبقوها حتى على فلفلة من لون اخر اي فلفلة حمراء صفراء اي فلفلة عندكم في الدار ممكن تطبقو عليها نفس الفكرة كيف ما كتشوفو راها ما زالك تتقطرك الدمخل لناها وهي كتنزل هاداك المديالها كنزول هادوك الزريع اللي كتكون فيها ينبقاتش وحيدة هنا انا وضعت مقلات فوق النار النار تكون يعني طال عما تكون شو النار مهيلة وكنضيف ما يعدل واحد جوج معال قدل زيت الزيتون ثم غادي نضيف لهم واحد جوج الفوسوس من الثوم اللي غادي نطحنهم وغادي نضيف لهم الفلفلة وغادي نخلي هكا تشحر مزيان في هات الزويتة اللي بنسمى بالتومة بالنسبة لهات الشرمولة إلا كنتو غادي نتقدموها في البلاسة وغادي نخليها كمية من القصبر والمعدنوس فانا غادي نحتفض بيات اللاجة ولهذا ما ضفت شليل قصبر والمعدنوس كيف ما كتشوفو رالما قد ما خليناها قد ما كتصفي ذاك المدية لها وكتجينها مزيانة وكنبقا كنشحرها هنا غادي نضيف المليحة والتوابي اللي غادي جيو معها كنضيفوا الملحة بالضوق وحسب الكيمية اللي غادي تملة حالينا فانا في الاخير كنضوقها على حسب الملحة شوية ديال اللي بزار او الفلفل الاسود وإلا عندكم القصبر يابس ضيفوا ملعقة صغيرة من القصبر يابس كتعطيها مضاق وكذلك كارا هي حافظة ثم هنا ضفت الفلفلة السودانية واحد شوية رسم علقة نعود نذكركم فما تردوش انكم تضيفوا ملعقة صغيرة من القصبر يابس وغادي نخليها كتشحر على عفية متوسطة حتى كتنشوف ما يبقاش فيها المع وتولي ناشفة ثم نضيف واحد ملعقة صغيرة من الخل الخاص بالطعام ونخليها تشحر على عفية متوسطة كيف ما قلت لكم حتى كتنشوف كيف ما كتشوفوا را كتجي ناشفة لاناني خليتها كتسقطر من المم زيان كيف ما كتشوفوا معايا صفيها يرها ينشفة صفي فت المرحلة غادي نطفع لها النار ثم غادي نضيف لها واحد المع القصغيرة من الكامون وغادي نحركها فهذا المرحلة هدي انا اطفع لها النار فيستحسن الكامون نضيف واحد اللخر وغادي ناخد واحد البواطة اللي كتدخل بتلاجة من زجاج وممكن نتخذها كشي قنينة او اللقرعة انا عندي هاد البواطة هادو الخاصين بتلاجة كنوضع فيها الفلفلة ديالي بطبيعة الحال كنخلي واحد تتبرد تماما كنوضعوها في تلاجة وبهالطريقة نقدر نحتفظ بها حتى الأسبوع عشر ايام في تلاجة إلا كانت تلاجة نوع جيد وفي بلاسة مزيانة انا ما كتفستش كتبقا زيانة غادي نضيف لها زيت زيتون نغطيها شوية بزيت زيتون من الفوق وغادي نخليها حتى تبرد ونخليها حتى تبرد مزيان عاد نغطيها بالغطاء ديالها فهنا من ديروش الغطاء إلا وضعنا الغطاء كتعرق وغاد يرجاع ذاك العرق كله بالماء وغاد تفسد لنا وما تكونش مزيانة هنا نخليها حتى تبرد مزيان وعاد غا نغطيها وغاد نوضعها في تلاجة وكان هذا هو الفيديو اليوم نتمنى أنه ينال إعجابكم وإلى اللقاء السلام عليكم